على اللي كنت بتراحه هي قدرة المنظمات الحقوقية على توقيع ضغوط ويمكن ده الحل لازمة جنوب افريقيا في مرحلة من المراحل شوف يا سيدي هو دلوقتي في الحقيقة انه يعني من الشيء اللي هو مش منظور بشكل كافي جدا هو الجهد دايما اللي بتقوم بمنظمات الحقوقية وعلى اختلافها على فكرة يعني وحتى المنظمات دي وعلى تفاية ما موقفها يعني انجازت انجاز عظيم جدا يعني احنا في مرحلنا وبكرة جدا نفادلنا نلح عقادة الفلسطينية انضم من نظام روما الاساسية من حكامة جنائية الدولية بعد صفة 2014 لما حصل لعدوان بتاع 2014 دخلنا لدكتورنابي العربي وقلنا له ارجوك حاول تقنع الرئيسة ومازل ده امر مهم جدا ومنظمات الفلسطينية الحقية معنا وما الى ذلك وفي الحقيقة ده حق نتيجة ودخلنا في يناير 2015 فأصبح عندنا اداة ممكن نستخدمها النهاردة متكدين على استثمارها بنقابل عقبات كبيرة اوية بنقابل اختلال الموزين الدولية لكن في النهاية هذه الادم مستمر وصلنا مع كل المنظمات في المرحلة المبكرة احنا بنقول فيه ابر طهيل جفص الانصري موجود على جانبية الخط الاخدر الارضي محتلة 67 او الى 48 نفسها وصل معنا كل المنظمات الدولية لهذه النتيجة من سنوات يعني من 3 و 4 سنوات وصلنا وفي ذلك نحن يوم رايتس واتش واللعفو الدولية يعني كل الجميع متفق على هذا فاذا احنا امام تطور تعبئة العالمية انت شايفها لدعم الحق الفلسطيني جزء اساسي منها مبني على والله الصورة الصورة طبعا الاعلام سحر سحر كبير جدا لكن كمان الاعلام وهو بيعمل ده بيستمد ويستند على انتاج من تقارير وادبيات واشياء وتصنيفات انتاجتها منظمات حقوق الانسان وتساهم فيها ايضا منظمات المجتمع المدني المختلفة وتسندها تقارير اممية تتبنى تقارير وادبيات المنظمات لعدام الصدقية فاذا دي حالة من الحياة الموجود فيه عمليات رازل وصوصيخ متتابع بالتعمل انما خليني اقول لحداك مسلا على سبيل المثال انه احنا وحنا بنتكلم النهاردة على ازاي حصل تحرك في العدل الدولي كويس دعوة جانب مفترقية هذه الخطوة الجريئة الشجاعة من دولة تمثل رمزية كبيرة جدا تاريخية في الدفاع عن فوق الانسان عالميا وانتصرت على الفصل الصوري وانتصرت على جراء كتير وهي بتعمل ده راح اتجابة تقارير المغررين الخاصين في الامم التحد راح اتجابة توصيات تعالقات اخنامية اللي جانب التعاهدية في الامم التحد اللي هي تبنيت بالاساس على شغل منظمات حقوق الانسان واستخدمتها فاصبحت سند موسق لدعواها امام اسرائيل كويس فبالتالي حصل يعني تقدم وحصل نوع من الانتصال لكن احنا النهاردة ازاي بقى نستسبر ده كويس احنا في تراك منظمات حقوق الانسان بعض المنظمات اللي عندها خبرة بيوت خبرة رئيسية في مجال التوصيق القضائي والجنائي والملاحقة الجنائية على مستوى الدولي بتعمل جهد انما انا كمان النهاردة وانا عندي تدابير احترازية موجبت فاية الابادة الجماعية منع الابادة الجماعية انا عندي 153 دولة طرف 153 دولة دول المفروض انه هم منفردين ومجتمعين ياخدوا اجراءات في مواجهة اسرائيل لمنعها من موضوع قدما في ارتكاب جريمة ابادة جماعية محتملة كويس فاحنا شفنا الله دول بتنطفل تعترف بفلسطين زي اسبانيا وبلجيكا والدرويكا وميلة زي ده خطوة كويسة جدا ممتازة ايرلندا عفوا مش بلجيكا ثم سلوفينيا انما ده نعم الخطوات انما النهاردة نيجي مثلا نقول والله ان البرنامات العربية في علاقتها ببرنامات الدولية تقول لهم والله انتوا عملتوا ايه في موضوعها ازاي بتمنعوا جريمة ابادة جماعية محتملة لبنجب التفاعل انتوا عضاء فيها ازاي مسلا لما تيجي فمحافل قضائي القضاء العرب يروحوا يقولوا للقضاء غيرهم والله يقولوا ان عملتوا ايه في هذا الموضوع يعني نحفز هذا الموضوع احنا شفنا مثلا اثر كويس جدا في هولندا منع تصدير القطع غير في 35 ما هو البناء علي يتلعى في 12 فبراير بعد تقريبا اقل من 20 يوم من تدابيع الاحترازية بتاعت العدد الدولية ازا فهناك مجموعة اجراءات انا مع فكرة ان احنا نوظف القانون بشكل كامل احنا نحن بتوع قانون دولي قانون الدولي فيه اختلال في النظام الدولي فيه ازدواجات معايير فيه ظلم باين وجائر انما هذه الادوات يجب أن تستخدم لانها شكلة الضغط الاساسي وساعدت في التعبئة وساعدت في تعالية الموقف الاسرائيلي في تعالية الموقف الامريكي الداعم بلا حدود لهذه الجريمة وممتواطئ في الارتكاب هذه الجريمة واناك دعاوة من مناسبة مرفوعة في عاكم امريكية بالادارة بارتكاب جامعة الجماعية وتسهيل الارتكاب فمثل هذا التحرك فيه اضايا في المانيا فيه اضايا في بريطانيا فيه اضايا محلية لما لاحقة الجنود اللي هم عندهم ازدواجات جنسية وراحوا اشتغلوا مرتزق مع جيش الاسرائيلي يعني ففيه اجراءات كتير اعتقد ان احنا مهم نساعد فيها وندفع فيها ما ايه لذلك